احنا راح نعجز كدولة ان نسدد حتى الرواتب موظفينا الحكومة اليوم قاعدت تدور شنو السبيل الى سد العجز التكلع من ثمانية ونص مليار دينار وهذا الخضية لم تناقش شنو اهمية باج التشريعات اذا انا اكون عاجز عن مواكبة هذا الوضاع وخطورتها وين راح نقومة وين حكومة هل طلبت جلسة هل قالوا تعالوا يا مجلس المو احنا عندنا فعلا مشكلة حالية احنا كانت اراداتنا فوق المئة الدولار وانتكلم عن دولة الرفاه وعدم يعني رضاء سياسي لا على مستوى الشارع السياسي ولا على مستوى البرلمان شون هذا الحكومة قادرة بتحقيق هذا الهدف وهي دولة الرفاه ويتكلمون عن الشباب اي شباب يتكلمون عنهم يا اخوان اي شباب احنا حتنا انعكاس المشاريع بارقام قياسية لدخل دولة الكويت وهناك بطالة عشرين الف